محمد ساعد كان عندكم؟ لا محمد ساعد ما كانش عندنا بس كان ييجي من برا يمثل معاك في فريقنا وكنا حابين بعض وكان هو أمور قوي جميل وشاطر طبعا وكان عايش معنا على طول بقى بس كان طبعا بيمثل في المصرحات اللي برا هعرف حضرتك المهرجانات لازم يبقى فكنا بنعم مصرحات كده برا اللي كانت بتبقى عليها جماهرية وقبول غريب يعني دلقت اننا مقرر عزامتي يوسف شهين وجاء عندي قال يا لأ انتوا بدحاكوا الناس ازاي تعالوا لي للشركة اللهي كنت انا اشتغلت مع اليوم السادس عملت كده ايوه بوسطة حبيبي خالد الحجر كان حبيبي وصديقه وخالد الحجر خريكت جاء هو عندنا وكان بيساعد في مكتب سف شهين ايوه فهو الله يبرك له قدمني وتقدمت مع ناسه وخدت حاجة في اليوم السادس وبعدين عزمته بقى تجرأته وعزمته وجاء جاء فعلا هو والطعم بتاعه حتى ملقاش مكان فعاد على ايدي الكرسي وقال لي ايه ما امام مش مش انتوا بدحاكوا الناس لي ازاي تعالوا لي وروحتوله فروحنا له خدت له حوالي 35 حد انت بتهزر اه طبعا اللي هو اسكتران بالزبط انا كنت بحب المكتب كالوكيشان عنده ايوه واول احتراف بقى وبتاع فا فاكر فاكر لما شاف اللمة دي قالك ايه وفاكر الحوار كان علي اه كان هو داخل فيلم ومحتاج له ناس ومحتاج حد شاب يكون في الحركة كويس وعنده قبول وقوية فكان بالصدفة معنا في المصرها دي كان بره مهرجان وكنا جايبين حبيبنا عمر عبدي كليل اه عمر دفعتي ففوجي بي بقى طبعا وعمل بطولة بقى وعمل بقى البطولة بتاعت اسكندريكا مانو كبان اسكندريكا مانو كبان عمر ما شاء الله كان طاقة جميلة يعني هو كان رايح معك كلك ضيف يعني رايح معك ما كانش لسه في علاقة خالص باستاذ يوسف شاهيد اه لا 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 رحنا بقى وقعدنا برتعنا في المكتب بقى ومالينا المكتب وعيال بقى يعني السوق بقى فاحنا طول عمرنا في الجامعة وبتاعة بعد كده عملنا فرقة الحركة دي كانت نقلة خطيرة بردو دي قعدت حوالي الاسم مهمة اوتاعة فرقة الحركة الحية اه اه وكان خالد الصوي هو المسؤول عنها طبعا كان العاقل المدبر بتاعها ده انت عملت عرود مهمة اوتا وجابت بقى ناس من بره كمان زي فتح ابوهاب زي فتحي فتحي اشتغلنا طبعا محمد ردوان يا سلام كل دول كانوا في الحركة وكنا بنعمل اعمال الحمدلله كان لها قبول في الهناجر وفي المسرح بتاع الاوبرا الصغير وعلى حسب الريح بقى ايه دي الفرقة دي قعدت وارتبطنا بيها واشتغلنا كتير مسرح عملنا واشتغلت وكان معك وخالد صالح طبعا الله رحمه اساسي اه طبعا وخالد الصوي كمان كان بيعمل عظمة فعلا محتزة عبدالصبور طبعا محتزة ايه لا نورة مش عارف طب لو عارفت اقولي والله عظيم انا بحبها او عايز اقولي انت فين وكانت ماشى والله عملت سينما وكده وابتدت بنت الاديب العظيم الراحل صلاحة بالصبور طبعا طبعا حالا